بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله قبل ما تشوف الفيديو متنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهل بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة وبنحل أكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تالتة سنوي أو أولى أو تانية أو تالتة عدادي لازم تبعث له القناة بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما علم يعلم والصلاة والسلام وعلى خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة شباب نهاردة بناتنا نزاكي مع بعض درس جميل جدا وبسيط دس القراءة سهل اسمه سميرة موسى صلى على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بيقول لك ولدت سميرة موسى عام 1917 بالقرية سنبو سنبو اما شافة قراءة صحي بصراحة يعني لو حد من القرية دي قد لنا انت نظر ازاي تقبا سنبو المهم قرية سنبو التابعة للمركز زفتا محافظة محافظة الغربية ولدت سميرة تولدت في نجمة تولدت في محافظة الغربية وتلقت تعليمها الأولي تعليمها الأولي يعني تعليمها المبدئي التعليم يعني البدائي لسه بداية تعليمها يعني بكتاب القرية طبعا الكتاب يا جميع عارفين والمكان اللي هو بيحفظ فيه الأطفال القرآن الكريم والأحاديث والحروف وكده يعني بدأوا يحفظوا مبادئ العلم يعني في الكتاب حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها في المدارسة الأولية بالقرية يعني مهيز غيرها ظهر النبوغ بتاعها النبوغ عن الزكاء وبدأ حبوها الشديد للعلم والمعرفة يعني ظهر حبوها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض كل حاجة غامضة عايزة تكشفها الغامض اللي هو الأمور الخفية الحاجات الخفية عايزة تعرفها حاجات زي الجاذبية مثلا النظريات مثلا الحاجات الزرة الحاجات الصغيرة محدش شايفها دي هي عايزة تكتشف كل الكلامنا وأدركت سميرة أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة نتيجة ده فاتخذت قرارها مبكرا العلم أولى من كل شيء وأي شيء يبقى ثاني أدركت سميرة أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة فنتيجة كل ده إلا حصل اتخذت قرارها مبكرا إيه هو قرارها مبكرا إن العلم ده أولى من أي حاجة وكل حاجة العلم ده رقم إيه رقم واحد ثم انتقت سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة راحوا إيه راحوا القاهرة حيث أتمت يعني أكملت تعليمها الثانوي وأثرت على دخول الجامعة طبعاً ساعتها البنات أصلاً لم يتخلوا جامعة في الغالب فهذا أعتبر شيء غريب ساعتها وأمام إسرارها ووافق واردها على قرارها طيب إلا حصل لما اخذت الجامعة سميرة موسى بكلية العلوم جامعة القاهرة فكانت الأولى في جميع السنوات طبعاً يدولها تفوقها يدولها على شدة اجتهتها إنها الأولى يا جماعة لا في كل السنين ثم حصلت على درجة الماجستير أخذت الماجستير الماجستير دي يا جماعة درجة علمية تأخذها قبل الدكتوراه يعني هي بعد ما خلصت الكلية هناك حاجة اسمها ماجستير وبعدها غادرت ساميرة موسى إلى إنجلترا راحت إنجلترا أو بريطانيا يعني العظمة في بعثة علمية للحصول درجة الدكتوراه راحت هناك عشان تأخذ الدكتوراه ثم حصلت عليها في مدة 17 شهر فقط طبعاً إنجاز والدكتوراه أصلاً أي حد يأخذها بقى 3-4 سنين مثلاً على قلب وتبعد راستها من أجل الاستخدام السلمي للزرّة في مكافحة مرض السلطان يعني الكلام دي يا جماعة هو كان هدفها إنها تعمل استخدام سلمي مش حربي يعني لا استخدام سلمي للزرّة حيث نستخدم الزرّة إنها نكافح مرض السلطان خاصة بعد إيركز نقطة المهمة خاصة بعد أن دخلت أمها في صراع طويل مع هذا المرض ده يعلمك نقطة مهمة جداً إنه ممكن الشق اللي أنت تتشقه في حياتك ممكن الجرح اللي تعورت به في حياتك ده يخرج منه نور للبشرية كلها يعني مثلاً واحد مثلاً أبو مثلاً مات وهو صغير وحس باليتيم من هو صغير حس باليطم من هو صغير لما يجي وراء يفتح ضرق يتام ويبدأ يهتم باليتامة ليه الكلام ده عشان هو تجرح بل كده فقد الشيء يعطيه فهي والدتها كانت بتعاني مع مرض السلطان فهي قالت نستخدم الزرة بإذن الله عشان عالج كل مريض مع المرض ده قيمتوا الفكرة جماعة رب ضرة النافعة نسميها رب ضرة النافعة ممكن حاجة تضرك لكن تبقى نفعة جداً ليك والبشرية كلها وعادت بعد انتهاء مدة البعثة إلى مصر ثم حصلت على الدكتورة سامير موسى على منحة دراسية دلوقات المتحدة الأمريكية يعني إيه؟ قالوا لها تعالي أمريكا عشان تدرسي هناك يعني لدراس الزرة بجامعة كاليفورنيا وأزهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الزرة عامة إنجاز في مجال الزرة وبخاصة في أوساط العلمية في أمريكا وأوروبا تمام؟ وكانت تأمل أن تسخر علومها أو تسخر علومها في الزرة لخير البشرية ده هدفها جماعة عايزة تسخرها لخير البشرية مش للشر مش هزين نفجر حاجة احنا فدعت العقد مؤتمر الدولي فين؟ بكلية العلوم تحت شعار الزرة من أجل السلام حيث شارك فيه كبار العلماء من شتى بقاع الأرض ذهبت سامينة إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها حيث تعرفهم أكثر عن مصر والقضية والسرطان ووصلت أبحاثها في الزرة وتبدأت الأفكار مع الأساتذة في الجامعات وفي أغسطس 1952 أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة سامينة موسى حيث هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت يعني مرة واحدة كده عملت حدثة من قمة جبل وقعتها وقعت ماتت للأسف ولم تنسى مصر وابنتها العظيمة طب إلا حصل بقى فقط قامت بتكريمها عندما منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981 يعني منحها بعد أن ماتت وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وطلق إسمها لأحدى مدارس وسادة تربية والتعليم هناك أسماء كثير جدا مدارس باسم سامينة موسى وتقرر إنشاء قصر الثقافة عمله قصر الثقافة يحمل إسمها في قريتها عام 1998 طبعا درس سهل جدا وبسيط يعلمنا أدئي العلم هو الأساس هو أهم حاجة لنفوض واحد يهتم بها وطبعا لو سألك كيف سامينة موسى كالطفلة متفوقة من وصغيرة طبعا باين هي أنها حافظت القرآن كله وبعدها ماجستير والكلام ده وظهر نبوغها طبعا وهي في المدرس الأولية في القرية وكانت تحب الغوامض كل الحاجات دي وطبعا النقطة المهمة يجب أن نراكز عليها أنها دايما كانت تتعرف العالم بقضية المصريين يعني هي مش رايحة يا جماعة سفرت برا مثلا وقعدت بقى خلاص مش عايزة ترجع مصر تاني لا ما عملتش كده هي راحت ورجع التاني مصري عايزة تستخدم العلم بتاعها عشان تنفع مصر أولا وبعد ننفع البشرية كلها وطبعا باستخدام سلمي للذرة مش استخدام حربي ده رسل سهل جدا وبسيط وبإذن الله في حيات الجاية نحل عليه كتير جدا عشان نطقنه تماما بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته